السلام عليكم ومرحب بكم جديد معي في قناة سيبا بلانت اليوم ان شاء الله فيديو جديد وغوتين جديد الفيديو اليوم سيكون عبارة على غوتين تنضيف نحمسكم معي ونعطيكم هكا افكار جداد حيال في تنضيف باقل مجهود راكم عارفين بعد شهر دي الرمدان الحمد لله كنلقاو كل شي دزالة كدير بصة من الأخذ المرة التي تكون تماما لا يكون عند هذا الوقت لكي كلها تفضل ممكن أن نشيح بشيء بشيء البطرة لا يوجد شاركة ونحكيناها غير تدوز على وصف يعني لا يكون شركة نضيف العامية لكل شيء أي شيء تتمسح وصعب مهم هنا سوف نتبقى ترجم معكم بعض الحيال بعض الأفكار كما شفتو في الفيديو سوف نتبقى معي حتى الآخر إذا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة فما تبقلوا شارية بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش بقوا دي ما توصلوا بالجديد اذا أول حاجة قدرت في حيط هذا الفيلتخ هذا ديال الافيسيل حيطوه رطبطوه هكا شوية المسخون والخلق البيكربونات سوف اخليجوا واحد شوية عددست هكا كنحكو مهم بالنسبة لهذا الفيلتخدو ديال الالجي صراحة هما غرقين وما كيتحيلش ليهم يعني ما كيتمونطوش كاملين يعني اسكيفا كيكونوا واحد البلايس هكا الداخل ما كانوصلش ليهم بشيزة يعني ما باوش يتحيليه بشيزة البوالو فاختيت واحد كوتان تيج هكا كنحاول نمسح بيه البلايس اللي كيكونوا هكا الداخل كيكون بحلكة واحل هكا هكا تميتوا بعد مرات كل قد عادي الربع صغي ورين اولا الحليب هكا داك القشيرات ديال الحليب صغي ورين كونو لاسقل تحت ما كيتحيلوش سفي هنا ايا فاختيت الملح غادي نضيفها الملح الخاصة بلا بيسيل مليكا مغندي رها تنضيف فكنزيدو حت شوية يعني ما شيف كل مرة حتش تنضيف تقريبا رها كدار مرة في الشهر وركن الملحة فكنزيدها كامرة في تلت شهور ولا هادا كنزيد شوية بلا ما سعطاني السين ديال رها خصها الملحة هي والبغيون ما كانت سنشت كيقولوا اللي يرع الله بيسيل خصها الملحة فكل تلت شهور ولا هادا كنزيد فيهم انا يا البغيون والملح سوف نزيد من الملحة سوف اخذر هادين في الفلتر ونسيح شفيتهم سوف نحن نخلص البيكاربونات سوف نضيف الخل في الافيس الكامل و نرشها كامل تحت و من الفوق سوف نضيف عليها الخل مهم انا هنا كنت استعملت الخل نضيف راتيما كنت أخطاجه معكم هذا ديال فورزة كنت ناخده من بيه سوف يركب تحت الشبيكات و سوف نأخذ الكاس اللي سوف نفيكسي هنا في البلاسة ديال التباصلات و سوف نعمره بالخل بالنسبة للبروغرام فانا راماشين ديال اندي فيها البروغرام ديال اوتو نتوياج الى مكانش عندكم بخير كان دانف اغربية الماشين ولا فحيث الى مكانش عندكم فغادي تدروها الطريقة و هتتخدموا لفاسيل ديالكم في ساعة ديال المقانة هكا كنت نتوياج راسا و داناني كما تشوفو اوتو نتوياج رات قريبا جافي شي ساعة و غلا ساعة ونص او لا ساعة واربع مهم هيا غادي تأفيشها لكم هنا يا اه اه سافري كما تشوفو فاك نضغط على الان زيان باش واحدة لساعة ثواني باش كاستيك اكتفه هكا ديال اوتو نتوياج هنا من بعد المسالات كما تشوفو لخل كيفاش ارجاع داك الكاز اه سافري هنا هاي تنقات كل شي انقي سوف ندوز معكم البوطة هذه البوطة هذه الزوينة البلاستيك فهي تضمط على بخوضوية هنا تستعملوا اي بخوضوية تستعملوا اي بخوضوية محدد انا هنا كان عندي هذا الابيسي ما هو اللي استعملت انا صراحة هذا الابيسي جاني نقص شوية لقد انا اشتركوا نقص شوية بمسرعة او لا اتفادها هذا الابيسي مهم هو هو اللي استعمل من هذا الابيسي ولكن من هذه الطريقة سوف نتحرك مستحرك ثم نخدمها كبلاستيك اي نوع بلاستيك تحلوه انا اخذت شوية أخذت هذا الحويج الذي نستعمل في التعليق هو الذي حليت لأن أخذت بطاة كاملة قمت برشاة و قمت برشاة و قمت بطاة قمت بطاة و قمت بطاة و قمت بطاة قمت بطاة صغيرة قمت بطاة هذه العملية تنخلق بطاة و قمت بطاة قمت بطاة لأنها تستعمل بطاة و قمت بطاة امسكت لأنها تجربة قمت بطاة امسكت تشعر بطاة الضغبة شربت ومزيان حسن ما خليته هكا قبل ما تغطيه اذا هنا كيفما كتلاحظوا من بعد ما خليت وتقريبا واحد المدة درتها ومشيت قديت هكا شغلي درت تحويج آخرين اذا هنا كيفما كتشوفو رغير بكلينيكس فانتو ما خرجات البوطة ولكن انا ضروري ما ندوز معاك ما قلت لكم ديرت نضيفها عميق فدوز هكا واحد الحليفة وعلى الحيط وهذا سوف نعود معاك بشكل طيب هنا نشفتها سوف نعود معاك بشوية المدية للزرش لكي أعطيها كوحد المدية كما تلاحظوا سوف ندوزه بشيء نضيفه الألة البانيني الألة البانيني كما تلاحظوا فهي صراحة 3 لعسا هدرب مدرب معاك وكل شيء يستعملها وفي الأخص الأولياء يريد أن يسخن المدية يجب أن يسخنها مهمة هنا كما ترون قمت بشيء قمت بشيء وقمت بشيء وقمت بشيء هذه البوطة قمت بشيء يجب أن أزعقها لكم وقمت بشيء وقمت بشيء وقمت بشيء المدية أريد أن تفعل كما تفعل البطة مع البطة سوف نغطيها ونجعلها هنا قدمت ونقمتها ونقمت بشيء العجو حتى اه تلقيت ليه مزيان يعني دارت الخدمة ديالو كما كتلاحظو رغير بلغون كان حك سافو كتحيد لي تم صراحة من ليزت هاد لابوت غادي فحسيت بها انها ضغياء ضغياء نقات ليه حسن من اللي دارت عباسي بوحده معك كما كتلاحظو كتلي مفاييره كانت مكر في صواحة شوية ووضن قات صاف كدرت ليها غير شوية دير جيكس حيث لا يحرقون بشكل عملي لان تقوم بشكل عملي لان لم يكن لديك عملي سنصبح سعيد هنا لدينا لدينا قليل لأحكين الحيث و الثالث سوف تسللوا الماء لان تكون الشيطة لن يحلقون بشكل عملي للطبع كيف تستخدمي الى هذا الماء. لتزيد من هناك. من الموضوع لتحديث عنك. إذا لم تكن لديكم هذا الماء. ستستخدمون زوية. لن تحديد منها وتحديدها في البرودوية. وحتى تستخدمها كاملنا. من بعد ما سننصر لكم الطريقة كيف نحوظها. لن يكون اكتشف هذه المنزلة في الفرنة او بالفرنة او بالفرنة او بالفرنة او مهم اي شيء لديها احسن ان تكون موضوعاً كما تضيف فان ازيزها قليلاً لكي لا يضيف المل لكابل سوف ننشفها بزويف وكما سوف نعقمها سوف تأخذ الورقة للبطبخ سوف تفزقها بالمعادة سوف تفزقها بالمعادة سوف تفزقها قليلا سوف تفزقها قليلا سوف تفزقها سوف تفزقها سوف أضعها سوف تفزقها سوف تفزقها سوف أضعها سوف نسكزها سوف نارسكها سوف لا اضعها في الليل من الصباح سوف تستعملها يعني من الأحسن تبقى على الأقل سادية السوية عاد تكسعي كل الكنتاك مع الماكلة هناك كما تلاحظون وصفين شفتها مسحت لها الجنب وقديسة وهناك كما تلاحظون فاني نهاية خرجات كتشعر وخبخين شي بلايستشوية محرقين كما باش نفرصي لك لتخلي سنعود لها العملية وتكسعها رهدغية سيتحيي كما تنفذين الكلاجة مهمة في الكلاجة سأخططه معكم طريقة كيف تنفذها وغيرتها سأستعمل منظمة جدا وقلت لماذا سأخططها معكم سأخذها كامل كامل سوف نعرفين في رمضان سأخذها وضعها وثيرتها لا يكون لديه غسيل غير مسيح وصافي هنا أجبتهم وقصلتهم جيدا وقلتهم على مصفقة الأواني مع جابل وقصلتهم جيدا وقلتهم لكي تسقطره وقوموا بإمكانكم مع المملكة وقوموا بإمكانكم مع المملكة وبالنسبة لكل جهة من الداخل فكستعمل دائما الخلطة اللي دائما كنفختها جيبا عنكم اللي فيها كاستلمة مع كاست ديال الخل كاستلمة مع كاست المدافي مع كاست ديال الخل مع معلقة ديال اللي كي ديال الأواني سوف تخلطوهم جيدا كترشوهم كتوزو بحد تزويف هكا وكتعودو بالبابير غدي نخلي لكم الطريق الفيديو اللي كنت شاركت معكم بالديتايل في صندوق الوصف هنا بعد ما نقيتهم جيدا رح يتكول شيء فنبدأ كنا نرجع ونشارك معكم المنظيمات اذا بالنسبة للمنظيمات فانا استعملت هذا المتتبعين القدامين سيكونوا عارفين هم هاد المنظيمات كتخلتهم من ايكايا هم عاكيد استعملوا المنظيمات ديال الحمام وانا شفت رأسي انا ما مستغلة همش بزافة الحمام فقلت لانا ما نقوم بعمل لهم فقلت لانا ما نغسل لهم ما نقوم بعمل لهم هكا الفرماج فرماج سلايس و الكبيرة قمت بتها البيض مثلا حاجة نظيمها جيدا جاءاناق مهم ليس بالطرورة اي حاجة قمت بعملها مختصر لشي حاجة وغير في هذه كبيرة يعني كل واحد يرى على حسب الاحتياجات وفين تقدر تخدمي ثم هنا قمت بعمل الفرماج سيتم الكرات يأتي مزيلا ويأتي حتى سهل في استعمال ثم هنا سوف نأخذ البيض حتى هو ننظمه في هذه العلبة بالنسبة سوف نأخذ هذه المنظمة لديها علبة كبيرة في العلبة طويلة في ثلاثة صغر إلى مهم ثم نضم 140 درهم لن تخديد هنا سوف نفرح البابير وسوف نستفي هذا البيض لا نغسل سوف نعرف أن البيض لا نغسل حتى الوقت الذي نريد استعماله حتى يكون في هذا المسامات ومن المسامات ومن المسامات سوف ندخل هنا سوف ندخل المسامات التي تبقى لديها لديها ونأخذ لهم المنظمة التي يكون شفافة سوف نجد لديها كبيرة وطلق 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 وكل سوف نأخذ من المسامات هنا كما تلاحظ لديها وطلق وطلق لديها لديها يجب كثيرا لديها لديها ثمر وطلق لديها جميع وطلق في العيد لم يكن لديها كل وطلق لديها لنحصل بشكل الآخر المهم هنا بالنسبة لديها لديها تجربة جميع تجربة من الصحيح والمين وطلق وطلق من الصحيح وطلق من الصحيح وطلق سوف نستخدم لديها 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 وطلق لديها مطلق وطلق لديها لديها وطلق وطلق نحصل على حسب الحليب وعصر وطلق والماء لديها من بعد نستطيع منظم منظمة لنقوم لديها مهم كل مرة إذا بدأت تسمع المجمد 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 لديها جمع لديها وغير نقوم لديها المجمد عندما نقوم لديها الفواكه من الصحيح وطلق البنان لديها ومضم لديها 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 وضع كيف وضع هنا ونقوم لديها لديها وضع وندخل وأتمنى على اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا على مشاهدة